السلام عليكم. اهلا بكم اخوتي معنا في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي وحول اثنى عشر لاعباً اللي ممكن يكون احتياطين للمنتخب المغربي امام منتخب موريتانيا في طبعات الحال اثنى عشر لاعباً اللي ممكن يكون احتياطين للمنتخب الوطني المغربي امام منتخب اه موريتانيا بدون اي نقطة تشيك اذا لاعبين اه طائве الحال اتناعشر اللي ممكن يكون احتراطي للمنتخب الوطنى للمغربي امام منتخب موريطانيا بدون اي نقطة شك لا شك في ذلك ولا جلال لان الاثنى عشر اللاعة اللي ممكن يكون احتراطي للمنتخب المغربي هي نتعرف عنهم سباعا ضبع ضباح منتخب الموريطاني مبقاش ديك المنتخب اللي كتعرف اخوتي ان غرفه اصحافه بسهولة تتغلب عليهم ما يارغن شد شي منتخب موريتانية منتخب قاوي منتخب موريطانيا اثنى ان منتخب الموريطاني ي parcصى المنتخب الزازائري اذا منتخب الموريطاني قد بظاف الملكات بطبيعة لحال المنتخب الموريطاني بدون نقطة شك و لا جدال في ذلك اذا المنتخب الموريطاني كذلك عنده حد طور كبير انه ممكن يتغلب على المنتخب المغربي بطبيعة حال اذا تجد من تعرفه لللاعب الاثنى عشر الممكن يكون على مقال احتياط لمنتخب الوطني المغربي امام منتخب موريطانيا اللاعب الاثنى عشر طبيعات هذه العدد ما شي سهل عدد كبير. طبيعات الحال وعم بتدوم اول واحد اول حارس الاساسي ديال منتخب المغربي ياسين بونو حارس فارق الهيلة السعودي حارس منتصراحة ديال منتخب المغربي من الحراس الجيدين ديال النخبة الوطنية وديال منتخب الوطني المغربي حارس متميز لا شك ولا جدال في ذلك حارس كبير ياسين بونو ممكن يبقى على مقاعد الاحسيات شي حاجة لي اه مم صعيبة شي شوية ولكن اه لازم يتقبلها ما عندك ما تعمل ياسين بونو كيبقى من الحراس الجيدين صراحة للمنتخب المغربي يمكن يجربوني المحمدي او المهدي بن عبيد في اللقاء دي المغريطانيا لان ياسين بونو نحن والمقابلة تودية ما شيف حال مقابلة اللي عنا في يونيو او امام زامبيا وامام كونجو برازابي لدي قم المقابلة اللي عنا مهمين وياسين بونو حارس اساشي مشدعي للعب اساسي الاخلي هو النايف اكريد لعب واثط هامل انجليزي ممكن يجربوا عبقار شادي رياد ضاري بطبيعة الحائل ممكن ضاري دخوله اثناء اللقاء مهم ممكن يجربوا اذا اه نايف اكريد كيبقى من الاسماء الرائعة اللي ممكن تعطيناه حد السيط صراحة في المنتخب الوطني المغربي يمكن نايف اك اي نقطة تشك لعب اللي عنده تكوين مغربي ومن خيرة اللعاب اللي عنا في المنتخب الوطني المغربي يمكن نعرفوا المستوى الحقيقي اللي النايف اكريد طراحة وخي قلت على مقاعد احتياط مكنشي قرام ده المشكل اذا لاننا كنعرفوا المستوى ديالو ديال اللاعب ناي في اكريد اللي كيبقى من العناصر رائعة داخل المنظومة المغربية وداخل المنتخب الوطني المغربي عمشوا اللعب الثالث اللي هو كذلك اشرف داري لعب شارلور والبرجيقي لعب عودة دول المنتخب المغربي بعد غيابي على الكان ما شاركش مع المنتخب المغربي صراحة في كأس افريقيا للأمم معي يطلوش المدرجب واليد الرقراجي كأس افريقيا الاشرف داري اللي هو نتاج بطبيعة الحل البطولة المغربية وفارق الويداد اربي داوي صراحة اذا اشرف داري اللي كيبقى من الاسماء رائعة اللي يتقدر تكون عند المنتخب المغربي اسم جميل جدا انه يكون عند المنتخب الوطني المغربي اللي عب اشرف داري اللي هو من العناصر اللي رائعة صراحة المنتخب الوطني المغربي اسم جامل جدا صراحة تملك فارق الويدر البيضاوي تحاول بريس منجح بزاف في فارق بريس تحاول شارلور والبرجيكيا نشوفه احنا اليوم 22 مارس احنا نشوفه مشيوا اللاعب الرابع محمد الشيبي حتى هو متكوين مغربيه اللاعب الاربع اللي قلنا كانوا متكوين مغربيه لا بون ولا اكرد لا داري لا محمد الشيبي واحد مخرج من الويدر البيضاوي واحد مدقنيت روك اللاعف الفسر الرباطي واحد الويدر البيضاوي هذا محمد الشيبي لعفته في الرجاء البيضاوي ولعفته حتى نجول جيش ملاكي وقدم نختق نترا اذا دون نتاج للبطولة المغربية لللاعب الاربع اللي قدمنا واسماء رنانا رو محمد الشيبي لعب بيراميز المصري احنا قنعرفوا التطول ادت فارق بيراميز المصري بطبيعة للحال محمد الشيبي اللي ضتقة مرة اخر دواليد الرقراقي بعد ان الضتقة ديره كأس افريقيا كذلك نادع له الان اه شي حاجة اللي اللي هي بزيانة صراحة شي حاجة اللي هي سيفرية شي حاجة رائعة صراحة ومعن بشي اللاعب الخامس اللي اللاعب يوصف اللي خديم اللاعب فارق الرادي في دل ريال مدريد والعناصر الشابة صراحة اللي ممكن يقدم شي حاجة كبيرة المنطقة بالمغرب اللاعب اللي عنده تكون اسباني اللاعب اللي ممكن يدخله في القروب اه بطبع تحال فهد تواريخ الفيفا دي اللي من 18 إلى 26 مارس هنا في 22 مارس ولي معنا مقابلة بعد انغولا احنا ما قدت حتى وشاركت حتى الان على مقابلة موريطانيا اللاعب الاثنى عشر ممكن يكون احتياطي للمنتخب المغربي امام منتخب موريطانيا اه تحدث على اللقاء موريطانيا اللي هو اللقاء صراحة باللقاءة الصعبة للمنتخب الوطني المغربي ولكن مزيان اللعب مع انغولا وموريطانيا funderان어야 بحق المنشهة الصعبة صراحة باش نوجدوا المقابلة تزاميا اللي��عيśmy عنها في المغريب وكذلك مقابلة كوي firm في يونيوych في قاس العالم في اللاعب السادس سوفيان امرد بتكون هولندي لعب ا penis行ل ترORE هوَ ملعناصر رائع صراحة دية المنتخب الوطني المغربي عنصر اتصحية دية النخبة الوطنية ودية المنتخب المغربي لاعب كل هامского Jsdag عنصر كبير صراحة اللاعب السوفيان. بعد مع Critic iment التکوين هولاندي. من الأسماء رائعة حيالل نق Bow وطني و الملتخب الوطني المغربي العب رائع لعب صراحة من الاعب من الملت guys كبير صراحة اللاعب مع 배 Jahang صراحة صراحة وعنصر الوطني المغريم في اللاعب السابع اميرا ريشاريسون لاعب ريمس الفرنسي عنصر اللي عنده 22 سنة وعنصر اللي ممكن يطينا اضافات كبيرة ولاعب اولمبي كتنتظروا ممكن المشاركة في الالعاب الاولمبية ولا ندع للطريق السكي سيوي بطبيعة حركة لا جدال انه عاي نادي عليه بطبيعة الحال لا جدال انه عاي نادي عليه ولاعب الاولمبي اللاعب اللي صراحة من العناصر اللي اه صراحة الله من كبار لمتدخب الوطني المغربي اللعب الاولمبيكة يتنادواpace في المنتخب الكبار هي حاجة صراحة جيدة هي حاجة ضرير هي حاجة بزيانة صراحة شي حاجة كلاير شي حاجة اعمار شي حاجة معنا ما نقول صراحة اذاıyoruz من المنتخب الوطني المغربي يعمل شىك وبطبيعة الخالق على اكل مليك تدين ونحين لاعب تدين من رقم تمين هي اللعب الاولمبيك مارسي ليرفرنسي ممكن تحته ما هو يكون من اللاعب الاحتياطي للمنتخب المغريبي امام منتخب موريطانيا بطبيعة الحلوان شكرا ونحني فلى اللايشة، في نازل اولمبيك مرسيلية الفرنسي وكيبقى بالاسماء الرائعة صراحة في المنتخب المغريبي في الدور المجمع في كأس العالم عديدته افضل السلس لاعب مغريفي في كأس افريقيية تاني افضل لاعب مغريبي اذا ع iteration صراحة مويبة كبيرة لعنى اللاعبا دا عز الدينEO ناحي لعب اولمبيك مارسيليا الفرنسي. اذا معنا على ثمانية جد مقط Brooks. حتى ربعان للعناس. الان عمشوا اللعب التاسع بعد ساتيان من لاعب اللاعب السابع اللي كانت في الجانب في أو ليمبيك. مارسي. مارسيليا الفرنسيا عمشوا معنا لعب اللى هار بإيار يا przeيا الإسباني إيلياس اهوماش اللعب في ريا الإسباني التاعتاشر سنا مع مروعب في المنتخب المغربي. اول مرة كتنين عن تربص المنتخب مغربي بعد شهر هو يم exciton التربص الملتقى في اسبانيا وهو النهاي الاول تيطرق مصدعه التي سنف performance في اوانيا أوسه Pour Aux الغدًا مع الملتقى الأوجنسي نحن لاتsay сравн τις مقابلين مع أولئم بيا. صعيبة لما اكتشفو شي اي شي انو كباش الكورة الاوكرانية قاس لعب. صراحة اذا اخو مش لي ومن العناصر رائعة. صراحة في النخبة الوطنية. ممكن يكون هون نخبة الوطنية. احنا باقي ما عرفش اش امكانيات ديان. مش عند امين عدلي. اللي ممكن يقلقش اصابة حرم اللقاء ديان امام انجولو. ممكن يشارك في اللقاء ديان موريطانيا. احنا على الحمد لعنا واحد وشرين اللاعب. وثلاث حرس واحد وشرين اللاعب لو ما كانش عدن كن عشرين اخرين. اذا امين عدلي اللي وعده سكوين فرنسية وشارك معنا في كأس افريقيا ما كانش في المستوى ديان الكبير. باش نكونوا منطقيين. لعب مقابلة كاساسي مقابل الجنو افريقيا ولعب ثلاثة ديان المقابلات كحتياطي الطانزانية الكونغو وزامبيا. الحاجة المهمة اللي عمل هو عمل اسس نعز الدين اناحي في اللقاء الاول بطبيعة الحال في الهدف منتخب مغربي او منتخب تانزاني. او اللعب지도 ناحي حجي الله اذا بطبيعة الحال. عام بشي واللاطب لاجريد لاجريد لمناكو الفرنسي الممكن يعني اضافات كبيرة صراحة الملمتخب الوطني المغريبي. اللاعب ده ممكن نشوفه اضافات كبيرة من عنده صراحة بدون اي نقطة شك ممكن ايلياس بن صغير نشوفه اضافات اللي هي قوية وكبيرة صراحة نحن في اتنين وعشرين مارس الفين واربع وعشرين لاعب اللي باقي قادر قادر على العطاء والعطاء الغازير صراحة بدون اي نقطة شك لاعب اللي على صر رائعة داخل المنظوبة وداخل المنتخب طبيعة الحال ممكن يكون منتز صراحة في المنتخب الوطني المغربي انها مشون اخر اللاعب ايوب الكعبيي اللاعب الدراقر اول اولي اكوس اليوناني اي ايو كعبيي رlit Blazik but Holding 2018 اللي كان في روسيا الشارك معانا فاتكاس ابراقية الاخر اللي كان في الجوت موت دير اذا اللاعب ليمه بد communist الا معه مع المنتخب الوطني المغربي اللاعب اللي كانت انه من اكبر اكبر ما تشين العطارا في المسيرة دي هيلو صراحة مع المنتخب الوطني المغريبي كانت انه من ki الكثير. ايوب الكاعبية صراحة اللاعب اولمبياكوس اليوناني اختار انه مشي للبطولة اليونانية. احسن ما بقاش في البطولة القاطرية انه مرسيب اللي فات كان كمله فارق السد القاطرية. تشكر جميع الناس اللي اتبعنا هذا الفيديو من الاول الى الاخير. احنا في اليوم اثنين وعشرين ماس الفين وعشرين. شكرا لكم اخواني. و الى اللقاء و الى فيديوهات مقبلة ان شاء الله بحاول الله. مع السلامة و الى اللقاء.